كما شدد وزير الخارجية سامح شكري على أن العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا لم تنقطع في أي مرحلة مشيرا إلى وجود تمثيل دبلوماسي للبلدين في القاهرة وأنقرة وأكد شكري على وجود رؤية مشتركة بين البلدين حول العديد من الموضوعات بداية من تطوير العلاقات الثنائية على المستوى السياسي وصولا إلى فتح المزيد من قنوات الاتصال بينهما في أي مرحلة لم تنقطع العلاقات الدبلوماسية فيما بين البلدين مجرد كان هناك العمل من خلال قائمة بأعمال في كل منهما ولكن العلاقات الدبلوماسية كانت دائما قائمة وهناك تمثيل لمصر في أنقرة وتمثيل لأنقرة في القاهرة والعمل على استعادة العلاقات على مستوى السفراء تبحثنا في هذا الموزئي أيضا وسوف نأتي إليها في التوقيت الملائم ووفقا لما يأتي به هذا المصار من نتائج جيبية ترجمة نانسي قنقر